تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مشروع أنا رقمي بالتعاون بين عدد من قطاعات الوزارة وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 بضرورة اهتمام الدولة بالأطفال والشباب وتبني المبتكرين والمواهب النشأة في البرمجد والذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم الرقمية والعلمية وشددت الوزارة لأن المشروع يهدف إلى تبني العقول المبدعة من النشأة وتنمية مهاراتهم الرقمية ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في المجالات التكنولوجية والابتكارية ويقام المشروع بتعاون بين الهيئة العملة قصوري الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل والسندوق التنمية التقافية ومركز بحوت وتوتيق أدب الطفل وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوت وعدد من الرعاء